إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا هذا دليل على وجوب الإنصات وحينئذ يتحقق الجمع بين هذه الأدلة أنها يقرأ الإنسان خلف الإمام في السرية ويسكت في الجهرية تحقيقا لقوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا هذه السورة أيها الإخوة كما قلنا تقرأ في الصلاة كل إنسان مسلم يقرأها وبعض العلماء أوجب قراءتها على الإمام والمأموم ولكن المرجحة عند كثير من العلماء والمحققين أنها تقرأ في السرية ويسكت في الجهرية خلف الإمام أما الإنسان المنفرد الذي يصلي لنفسه فإنه يقرأها في السرية وفي الجهرية أما خلف الإمام فقالوا إنه يقرأ في السرية كالركعتين في العشاء والركعة الأخيرة من المغرب وكذلك في صلاة العاصر وصلاة الظهر فإنه يقرأها في الركعات الأربع ويسكت في الجهرية خلف الإمام لماذا؟ قالوا جمعا بين الأدلة لأن النبي عليه السلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب وهذا دليل على إيجاب قراءتها وقال تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهذا دليل على وجوب الإنصات والاستماع لقراءة الإمام وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا هذا دليل على وجوب الإنصات فحينئذ يتحقق الجمع بين هذه الأدلة أنها يقرأ الإنسان خلف الإمام في السرية ويسكت في الجهرية تحقيقا لقوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا اشتركوا في القناة شكرا